السلام عليكم المصري يهزم الإسماعيل لو يتساوى مع الأهلي في المركز الثالث بدوري نيل فاز فريق المصري على الإسماعيل بهدف دون الرد في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الخميس على ستة برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة دورية المصر الممتاز دوري نيل سجل هدف المصري البور سعيد يفخر الدين ابن يوسف في الدقيقة 13 من عمر الشعط الأول لينتزع الفوز لأبناء المدينة الباسل وهو إمام الإسماعيل يترتيب المصري والإسماعيلي في الدوري بهذه النتيجة يحتل الإسماعيل المركز الثاني عشر في جدول دورية برصيد 31 نقطة بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 45 نقطة متساويا مع الأهلي صاحب نفس الرصيد تشكيل المصر حراسة المرمى محمود جاد خط الدفاع كريم العراقي باهرون المحمدي محمد ذبش عمر سعيد نوي الوسط أماد وابعة حسين فيصل معتزن الزدام ميد جابر الهجوم سومير فكريا فخر الدين ابن يوسف وتواجدا على مقاعد البدلاء كل من محمد شحاطه عمرو موسى أحمد عيد عبد الرحيم دغموم غلاس قنوي يوسف الجوهري محمود حمادة محمد شامي أحمد أشراف تشكيل الإسماعيل أحراسة المرمى أحمد عدل عبد المنعم الدفاع عبد الكريم مصطفى عماد حمدي محمد سوقي محمد نصر الوسط محمد مخلوف عمر السعي عبد الرحمن مجدي مروان حمدي الهجوم نادر ثرجي وإيريك تلاوري وجلس على مقاعد البدلاء الحارس كمال السيد وبرفقته عصام صبحي وحاتم سكر ومحمد بيوم وهشام محمد ومحمد عبد السميع ومحمد خطري وخالد النبريس وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم اشت4 عام Recomm moonlight اشترك وبدأ قَالل الوید